ايه حكاية الهيدروجين الاخضر اه ما نجايل السيادة في السيكة احنا بقى كنا لما بنولد طاقة الشمس وطاقة رياح احنا مش عافين نخزنهم مش عافين نخزنهم تطلع الشمس الساعة 6 الصبح وتمشي 6 مساء و احنا خلاص عن لوحات ولد كهرباء بالليل مفيش كهرباء يعني لو عندنا مثلا 10.000 ميجاوات شمسية فوتوظلطية تولد كهرباء من 6 الصبح ل 6 مساء يدخل 10.000 ميجا ويطلعوا في نهاية اليوم من الشبكة ما فيش المشكلة دي لها حلول كويسة جدا في وسائل تخزين الطاقة اولا في تكنولوجيات للتخزين التكلفة بتاعتها عالية جدا جدا لسه تحت التطوير لو عمل لو استخدمناها ترفع سعر الكيل واتساعة المولد ل35 ضعف فلقينا ما نقدرش طلع الهيدروجين بقى شكل عظيم من اشكال التخزين اللي ممكن اوي لو انا اقدر بالذات الهيدروجين الاخضر ايه بقى هو الهيدروجين الالوان اه الهيدروجين الازرق والضمادي والاخضر ده عنصر غازي ده غاز الهيدروجين الهيدروجين هيدروجين عنصر غازي اه طبعا عنصر غاز لكن بيولد اساسا من اكتب من 16 منتج من الوقود الاحفوري اللي هو الوحوز الميثانول والإيثانول والفحم المغوز فتطلع كمية ضخمة وأنا بولده تطلع وده بيستخدم في الصناعة بمعنش يعني احنا مش علماء ولا صناعة بس بمفهم الهيدروجين اللي لونه اخضر ده واحد من انواع مختلفة هو مش لونه هو هو يسموه كده عشان يفصلوه عن المصادر الاحفورية الاحفورية ده جاي من المصادر جاي من الماتفر الجاز وجاي من البترول فانا ما عملتش حاجة انا استخدمت في الهيدروجين المصادر الناضبة والملوسة فبيطلع منه كمية ساني اكسيد الكربون ضخمة جدا طيب لو عرفت اقطنس ساني اكسيد الكربون ده اللي طالع منه بقى اسمه الارامادي هو ازرق لما يبقى معاه ساني اكسيد الكربون طالع لو عرفت اقطنس ساني اكسيد الكربون ورميه في اي حتة في الخزانات الارضية او التجويفات الارضية فانا وصلت الهيدروجين الرمادي برضو لسه مصادر احفورية هل لك لا احنا عايزين حاجة ملهاش مصادر احفورية خالص ما يطلعش منها غازات دفيئة ما هو غاز ساني اكسيد الكربون ده اكبر غاز دفيء دفيء يعني ضر دفيء يسبب دفء الارض وبالتالي يزود الحرارة وبالتالي بيسبب درجة الحرارة وبالتغيرات المناخية ممتاز جاية من ارتفاع درجة الحرارة فده مش عايزين ساني بسيدي الكربون ده مش عايزين فقال لك لا انا ممكن احلل المية وانا عندي بحار ومحيطات مالية الارض احلل المية هو المية ايه هتشتو او تمام يعني زارتين هايدروجين وزارة اكسوجين اكسوجين طب انا مقدرش افصل الاكسوجين على الهيدروجين اخد الهايدروجين واطلق الاكسوجين فكرة جميلة بالتحليل الكهرابي طب اجيب له كهربة منين اجيبها من الطاقة المتجددة اللي انا مش عايفة خزنها فخزنتها في الهيدروجين لا تاني دلوقتي انا عندي محطة طاقة شمسية محطة بنبان مثلا ايوه في اسوان المحطة دي انا دلوقتي شغالة من الساعة ستة للساعة سبعة وخمسة لغاية الشمس مدغي طلعت لي قدر من الكهربة وجنبي المية في حيرة ناصر مثال مثال هناخد الكهربة دي اللي طلع من محطة دي نفصل بيها الاكسوجين عن الهيدروجين من المية تمام هحلل المية واخد الهيدروجين واسيب الاكسوجين اخده اعمل باي بقى ودي فين الاكسوجين الهيدروجين اه الهيدروجين هده بقى ااخده ممكن اخزنه في تنكات واستخدمه وقت ما حب مانا هده طريقة للتخزين ممكن امشيه في بايبلاينز على طول لمحطة الكهربة المش عارف ايه لجميع يعني هو بيولد ايه الهيدروجين ده بيبقى مصدر طاقة الهيدروجين ده حامل للطاقة يعني هو الكهربا بتتنقله لا لا الكهربا دي بتستهلك في عملية الفصل فصل الزفات عن بعض طلع الهيدروجين واحده طلع الهيدروجين انا قادر اخزنه اعمل بيك لا هو ايه اه بيستخدم هو زي الغاز الطبيعي بالزفات ايوة عشان نوصلها كده فانا دلوقتي زي الغاز الطبيعي ممكن او استغنى عن الغاز في طاردة النهار ده كل حقول الغاز الطبيعي نضبة لا الهيدروجين يقدر يحل محلها في جميع الاستخدامات في الاستخدامات المنزلية في النقل في محطات الكهرباء في صناعة الاسميدة في صناعة البيتروكيمويات في كل حاجة يستخدم فيها الغاز الطبيعي النهار ده قادر استخدم الهيدروجين وانا مستخلصه من الماء اننا بخزنه بس انا جبت الطاقة منهم جبتها من المصادر المتجددة اللي مش عارف اخزنها الماء فلما حولتها للهيدروجين عرفت اخزنها لاننا نقدر اتحكم فيه اشيلو احطه في خزنات احطه في تجويفات ارضية اماشيف بايبلاينز يبقى عندي يحتاج مساحات ضخمة تحت احتياجي لا ابدا هي فيه تقنيات عديدة لاستخدام بيولد يعني احنا قرننا بالغاز بيولد نفس قدر الطاقة ولا اقل ولا اكتر لا لا كفاءة عالية جدا زي اه كفاءة عالية تصل يعني مثلا محطات الكهرباء اعلى كفاءة بالغاز الطبيعي في الكمباين سايكل في الدورة المركبة 68% زي محطات التلاتة اللي عملناهم اخيرا تمام اه لكن الهايدروجين كفاءة تصل الى 80% 80% اه فبرضو الطاقة المختزنة في طاقة بيم هو حامل طاقة عظيم اه وبالتالي الطاقة المساهمة ممكن ايضا اه انتاج الامونيا الخضرة من الهايدروجين الاخضر وتستخدم وقود سائل للطائرات هذا كشف اللي جاي يتمشي بالبطاريات يتمشي بالامونيا الخضرة فاقدر استغنى دلوقتي وانا مرتاح جدا عن عن يعني البنزين البنزين الطيارات ده انا اجيبه منين لما يخلص النهار ده بيشتغل عشان كده فيه سباق مع الزمن علشان انا بعد تلاتين سنة بالكتير مش هلاقي نفط يبقى لازم ساعتها يبقى عندي ما يحل محله بنفس الكدنية بنفس الكفاءة واللي حرجع واللي حرجع وإيه اللي حرجع عن الكهف بدون مبالغة بدون مبالغة يعني ما عندناش وسائل اخر يعني اطلاقا يعني جيلين بحد اقصى حلاقي نفسينا قدام لو وقفنا عن العمل دلوقتي حلاقي نفسينا في الكهف بالضبط طيب حرجع لنقطة انها مهمة جدا حضرتك نقول الدايرة مش هكالاتي عندنا مصدر للطاقة الكهربائية نستخدمه في فصل الاكسجين من الهيدروجين من المية من المية ذا اخذ الهيدروجين ونروح نخزن الهيدروجين عندي فيه بطرق مختلفة يديني قوة طاقة كبيرة اكبر من الرهاز طيب انا دلوقتي مصدر طاقة مخزنه انا معرض بعد معدد من السنوات انه الطاقة اللي بشغل بيها محطات الكهرباء اللي بفصل بيها المية هيخلص لا ما هي دي محطات كهرباء متجددة يعني خلايا حضرتك ديت مثلا من البنبان اه بنبان ايه المحطة الكهرباء خلايا فوتو الوح خلايا فوتو الظلطية مالية خمسة ستة ستعة يعني انت هتعتمد على طاقة الشمسية ساعتها مش الطاقة الوحفورية في تشغيل او لو عندي مراوح رياح او رياح المراوحة الوحدة اولتي وصلت المراوحة الوحدة ممكن تولد سبعة كيلو سبعة ميجا وات ده حاجة كبيرة امان سبعة تلاف تيلو وات المراوحة الوحدة فالسبعة ميجا دي ممكن قوي اه يعني عشر عشر مراوح في مكان صغير تولد كمية كويسة جدا من الهيدروشين فانا هنا ما عنديش احتمال ان محطة الكهرباء توقف انا مش باخد الكهرباء من محطة الكهرباء انا باخد الكهرباء من مصادق متجدية